نستكمل سويا موضوع اتصال دالة عند نقطة وخذنا مثال قبل كده على الدالة السلمية وهي هي متصلة أو غير متصلة عند العدد الصحيحة وقلنا أن هي غير متصلة عند كل عدد صحيح إذا كان مجب أو سالب ليه؟ لعدم موجود النهاية نستكمل دلوقتي بالدالة قدامنا sin x على x دي خارج اسم الدالتين البسط دالة مسلسية اللي هي sin والمقام كثيرة حدود الدالة دي غير معرفة عند مين؟ عند الصفر الدالة دي غير معرفة عند الصفر يعني الصفر رقم واحدة ها x تساوي صفر غير موجودة في المجال بتاعي وبالتالي يبقى الدالة ليس لها قيمة عند الصفر يبقى الشرط الأول غير متحقق وبالتالي يبقى الدالة دي غير متصلة غير متصلة ليه؟ لأن الدالة غير معرفة عند x تساوي صفر لكن هي متصلة عند أي نقطة تانية؟ ليه؟ لأن المجال بتاعي الدمين بتاع هذه الدلي هو R معدى الصفر. وبالتالي هي متصلة على أي نقطة بخلاف الـ X بيتصور صفر. المثال اللي بعد كده. دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن دلي كسري. ليه؟ لأن البسط كسرت حدود والمقام كسرت حدود. طب المجال بتاعي هو مين؟ المجال بتاعي هو R معدى أصفر المقام. إيه ليخلي المقام صفر؟ أن X تاخد صفر اللي هي دي. أو X تاخد 2 أو X تاخد كام؟ 5. وبالتالي الدلة دي غير معرفة عند الصفر والـ 2 والـ 5 طالما غير معرفة عندهم يبقى غير متصلة عند الصفر والـ 2 والـ 5. ليه؟ لأن الدلة غير معرفة يبقى الشرط الأول غير متحق نستكمل مع بعض ونشوف بيّن سبب عدم اتصال الدوال للتالي دي دل معرفة على أكثر من منطقة لو لاحظنا المنطقة الأولى معرفة على الفترة من سالب مالة نهاية إلى واحد مفتوح والتالية معرفة من واحد مغلقة إلى مالة نهاية إذا أقدر أجمع لتنظر مع بعض وقل أن المجال بتاعي هو مين؟ هو جميع الأعداد الحقيقية R حلو أوشي؟ طيب أنا هدرس عند مين؟ أنا هدرس هنا عند النقطة اللي حصل عندها ايه؟ اختلاف من النقطة اللي حصل عندها اختلاف؟ يبقى أنا هدرس الدراسة عند ده اكس تسوي كم تسوح؟ لماذا يا شباب؟ لأن في الفترة من سالب مالة نهاية الواحد الدالة بتاعتك كسيرة حدود وبالتالي هي متصلة على المجال بتاعها التانية كسيرة حدود فهي متصلة على المجال بتاعها يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قال لإدرس عن ادرس تصل هذه الدالة عند اكس مثلا بتسوي سالب اتنين سالب ثلاث سالب اربعة عند الصفر إذن هدرس منين؟ من التعريف اللي فوق ده؟ لأن الأرقام اللي أنا قلتها كلها أو الأعداد اللي أنا قلتها كلها موجودة في الفترة الاولى طيب لو عايزة هدرس عند اكس بيتسوي 2،2.5،3،5 سبعة واحد من عشرة هدرس في التعريف ده لأن كل الأرقام اللي أنا قلتها الوقت هي موجودة في الفترة من واحد الام إلى Allison أوكي يبقى اول شرط هنا اول شرط اها ان الفترة واحد اللي هدرس عندها موجودة في المجال بتاعها طيب الشرط التاني هل انه هي موجودةrån؟ لا.. نهاية من اليسار يعني ال x تروح للواحد من ناحية اليسار هتساوي limit x تربيع ناقص واحد لما ال x تقول للواحد يبقى هتساوي واحد ناقص واحد بتساوي كام يبقى النهاية اليسرى موجودة طب النهاية اليوم نجيب limit f of x لما ال x تقول للواحد من ناحية اليمين يبقى هتساوي limit 4 ناقص x لما ال x تقول للواحد يبقى هتساوي 4 ناقص واحد بتسوي ثلاثة يبقى النهاية من اليمين موجودة والنهاية من اليسار موجودة لكن هما الاثنين غير متسويين يبقى لا يوجد نهاية عند ال اكس بتسوي كام بتسوي واحد يبقى الشرط الثاني غير متحقق وطالما الشرط الثاني غير متحقق يبقى الدلة دي ليس لها نهاية عند اكس بتسوي كام واحد لان النهاية من اليمين بواحد والنهاية من اليسار بتسوي كام ثلاثة يبقى لا يوجد نهاية عند X بتسوي كام واحد يبقى الدلة دي غير متصلة عند X بتسوي 1 ناخد المثال اللي بعد كده الدلة دي متصلة الدلة دي معرفة على ثلاثة فراط الفترة الأولى اللي هي من سالب مالة نهاية إلى 1 مفتوحة الفترة الثانية عند الواحد الفترة الثالثة من 1 إلى مالة نهاية لما اجمع الثلاثة فترات يبقى المجال بتاعه هو مين هو R وطالما المجال R طيب انت هتدرس عند مين هتدرس عند X بتسوي واحد ليه هتدرس عند X بتسوي واحد لأن النقطة اللي عندها في اختلاف هي مين X بتسوي واحد يبقى اول شرط متحق ايه هو المتحق ان X بتسوي واحد موجودة في المجال بتاعه يعني F عند الواحد بتسوي كام بتسوي من هنا طب رقم اتنين طالما في اكبر من واصغر من يبقى لازم هادرس نهاية مين هو نهاية يسار ناخد النهاية اليسار اول كدة limit F of X لما الاكس تقول للواحد من ناحية اليسار يبقى هتسوي limit تعرفها بكام ب X تربيع زائد واحد لما الاكس تقول لل واحد كام بتسوي تسوي 2 يبقى النهاية اليسرى موجودة أجيب النهاية اليمنى لما X تقول للواحد من ناحية اليمين هتساوي هي الواحد من ناحية اليمين بكام بX زائد واحد لما X تقول للواحد يبقى هكام واحد زائد واحد بتساوي كام بتساوي اثنين طالما النهاية من اليمين بتساوي النهاية النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار متساويين دول إذن أقدر أقول أن الدلة دي لها نهاية وبتساوي كام بتساوي اثنين السؤال بقى هل قمت الدلة تسوى نهاية الدلة غير متسويين شرط الثالث هو الشرط الأول القيمة الدلة لديه شرط الأيض م입ان عالية فعد الثلاغيا تساين مفهمة فحوة غير المنتصرة ثانيا se ن hak lifto ي часов T يhilftar واله غير متصلة عند X تساوي واحد